رياضياً مشاهدين أكد الناخب الوطني وليد الرجراغي خلال ندوة صحفية قبل مباراة أنجولا أن لاعبين الجدد الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في مبارتي المنتخب المغربي أمام نظريها الأنجولي والموريطاني بيأكادير يندمجون بشكل جيد في المجموعة الرجراغي وجهت دعوة إلى 24 لاعباً منهم لاعبون وعيدون بمستوى عال على غرار نجم الريال مدريد إبراهيم دياز وزميلي في الفريق يوسف الخديم ولعبي فيا ريال إلياس أخو ماش ونجمي فريق مناكل فرنسي إلياس بن صغير الذين سيحملون قميص أسود الأطلس للمرة الأولى خلال الوديتين التي سيحتضنهم الملعب الكبير بأكادير أمام منتخب أنجولا هذا المساء على ساعة العاشرة وموريطانيا يوم الثلاثة المقبل وأكد الرجراغي أن التأقلم في المجموعة يتم بشكل جيد وأن بعض اللاعبين الشباب سبقا لعبوا مع المنتخب الأولمبي وهناك لعبون آخرون لديهم زملاء في المنتخب بحكم أنهم يلعبون أمام بعضهم البعض على غرار دياز وحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر